عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق المحلل الرياضي والزميل الصحفي الأستاذ خالد بايومي له رأي ربما كان من المهم التعقب عليه رأيك للأسارتي المدير الفني للنادي الأهلي ما قدرش أحكم عليها كابتن مهيم لصباب بسيطة أنا أستغرب جداً أن ما حد يكتب لي في الإعلام أنه خرج جريزمان أهل وسهل طلع سواريز أهل وسهل كان مدير فني وموجود عنده لعيب وطلع جريزمان يعني مش اكتشاف يعني بالوس أنا موجود برا ما بيشتغلش لازم في حقق لازم في سبب ممكن يكون مدرب جيد ولكن ما قدرش أحكم عليه إلا لما شوفوا في خمس ست سبع ممباريات شكله إيه وإدارته إيه للنادي الأهلي وبعدين أي مدير فني في العالم يحتاج لعناصر يحتاج لقماشة يحتاج لأدوات هل الأهلي يمتلك الأدوات اللي تنجح مورينيو تنجح جورديولا يعني لازم نتكلم في الفكرة دي احنا ليه دايما يعني ما بشوفش مثلا جايبين مدير فني كان لسه موجود في نادي وجاي منه لازم نجيب مدير فني قاعد في بيته عشان مندور على الأسهار الأقل مندور على الرخص وبعدين عمرك ما هجيه في فترة تناير مدير فني عنده قاعد في البيت فجأة إلا مورينيو مثلا عقلوه في مورشيسر رونايت فترة الصيفية بيبقى عندك الفرايتي كتير جدا أو الإمكانيات كتير جدا أنت تختار مجموعة مداربيين الفترة الشتوية لا طبعا العدد قليل واللي قاعدين في البيت برضو ممكن يكونوا قليلين وممكن يكون الناس بقالها فترة سنة أو سنة ونص أنا لسارتي أعرف أنه سنة أو سنة واربع شهور ما ممسكت فيه طيب ده الكابتن خالد بايومو هو بيتكلم على رؤيته اللي لسارتي ومهمته مع النادي الأهل وإزاي ممكن يكون توقعه هو كمحل لها إيه لكن هو اتكلم في معرض آخر على فكرة استعانة الأهل بلعيبة الإسماعيلي وهو كعضو سابق في مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ديولي أن أنا مرة قلت لمن والجزيح حاجة قال لي عليها إيه نشوفها صفقات النادي الأهلي شايف إن هي هتسعيفه وإن هو يخش في المنافسة مع نادي الزمالك وخاصة في وجود جهاز فني جديد لسارتي أنا لها دلوقتي مش شايف الناس كلها عمت الكلمة لصفقات النادي الأهلي أنا مش شفتش يعني اللعيبة اللي هم الطوب الطوب اللي هم اللعيبة السوبر اللي ممكن يشيره نادي الأهلي في بطولة أفريقيا المستوى ده في كاس العالم الأندية الأهلي بقى أقل مستوى يكسب التراجي ما يخسرش من التراجي لكن فكرة محمود وحيد لعيب جيد محمد محمود أنا لا أؤمن بأي لعيب يتعاقد مع نادي الأهلي إلا عندما يرتدي تشرط النادي الأهلي واستحمل ضغط الجمهور نادي الأهلي أقدر أقولك اللعيب ده جيد ولا مش جيد يكمل في نادي الأهلي ولا ما يكملش فيه لعيبة كتير جداً وأمثلة ما نكحيش وبالتالي كل الصفقات المنوعة لها دي على دماغنا من فوق بس في النهاية هيستحمل الضغط بلاش اللي في الجمهور بلاش اللي في الملاعب نتكلم على السوشال ميديا فيه لعيبة بتخبط رجلها في بعضها لما تسمع اسمها نادي الأهلي وبالتالي لازم يكون لعيب تقيل كان فيه جزء معين من لعيبة مصر اللي يستحملوا تشرط النادي الأهلي وده أتقلم من جزء أنا في مرة من المرات كنت على هوا مع ماني الجزء أسطورة النادي الأهلي بقوله أنت نص تاريخك ككراوي من مجموعة لعبة من الإسماعيلي قال لي صح يوسف كورس قال لي صح فبقوله إزاي أنا انفجأت مرد بقوله الصح إزاي قال لي فعلا لعبة الإسماعيلي اللعيبة الوحيدة اللي تقدر تشيل تشرط النادي الأهلي إنهم متعودين على الضغط متعودين على الجماهرية وبالتالي فكرة النادي الأهلي لصفقات ومصفقات أنا لقوه من إلا أن عندما أرى العيب من النادي الأهلي موجود ولبس التشيرط وبيستحمل ضغط جميع طيب هنا الكلام اللي أستاذ خالد بايومي جزئيا الجزء الأولاني اللعب اللي تقدر تقول عليه نجح في النادي الأهلي اللي تستنت إيس مدى تحمله ضغط تشيرط النادي الأهلي أنا موافع على الكلام ده 150% تمام بالإضافة إلى حاجات أخر أن يكون عنده القدرة أن يلعب لعب جماعي أن يبقى ملتزم تاكتيكيا يعني عنده سمات شخصية خاصة تنجحها في النادي الأهلي وأنا طول عمري كنت أقول أن اللاعب البشر ما هوش قطعة تغيار أيوة يعني أنت في المواصفات أما تيجي تقول مركة عالمية لسيارة عالمية خلاص ثم تجيب إيه تقوله إيه عندي مثلا المرش بايز تروح كاتب الكود نمبر بالمواصفات بالمركة العالمية وأنت متأكد لو جات لك القطعة الأصلية بالمواصفات الأصلية هتنجح مية في المية ليه لأنها جماد لكن لما تتعامل مع بشر هو عنده ثقافة هو عنده طموحات هو عنده أولويات في حياته ربما يكون الفلوس وربما يكون النجاح وربما يكون حب الناس مش كل الناس بعضها فأنت ممكن يجي لك حد يمتلك أنه هو قطعة أوروجينال وأصلي وكل حاجة لكن ده بقى صفاته البشرية ما تنجحوش فأنا بقيد ولذلك أنا بقولك يعني دايما أعاول على شخصية المدرب شخصية اللاعب شخصية المشجع شخصية المنتمي للنادي الأهلي الشخصية السمات هي سبب البطولات هي سبب الهيبة هي سبب التميز شخصية المشجع